موسيقى واصلت الشابة السعودية سيطة السبيعي في لفت الأرض عبر مواقع تواصل اجتماعي وكذلك عبر البرامج خاصة وأن معروف عنها عشق السفر بسيارتها لمسافات طويلة في البر ونشر برنامج ام بي سي في أسبوع قصة جديدة لسيطة السبيعي وهي تظهر في البر رفقة بعض من السيدات وحرصوا من خلال هذه الرحلة على إعداد وليم غذاء سويا رفقة مراسل ام بي سي وحول سبب عشقها للسفر لمسافات طويلة قالت السبيعي الدرم موسعة والمواتر مهيئة ونبين استأنس ونبشي ونوسع صدرنا بحسب قولها وأضافت أن امرأة طرقية وأحب سجة الخطوط مثل طير البر مشيرة إلى أنها تعشق مشاهدة البدو عندما تراهم وحول سبب شهرتها قالت سيطة خلال التقرير كنت لا أملك شيء رفقة والدتي وعيش على مصروفها فقط والحين الحمد لله الخير كثير في البداية اشتغلت ميكاب وبعد ذلك عملت في البراقع وشوية شوية سويت دورات ميكاب وبعد ذلك في النقابات وبعد ما جمعت مبلغ جيد اشتريت منزل وهذا كان طموح في حياتي وتحقق واشتريت سيارة جديدة وتحملت مصروفات أولادي ووالدتي أنا فخورة جدا بهذا العمل ترجمة نانسي قنقر